نسبة المئوية نخدم النسبة للمقارنة بين أو لتقسيم كمية من الأشياء أو من الكميات على عدة أشخاص أو على عدة أطراف رح نعرف كمان في وحدتنا لليوم علاقة النسبة في الكسور في البداية بدنا نعرف النسبة شو معنا نسبة بدنا نعرف أن النسبة هي طريقة للمقارنة بين عدد وعدد آخر أو للمقارنة بين كمية وكمية أخرى إذن النسبة هي طريقة للمقارنة بين عدد وعدد آخر أو للمقارنة بين كمية وكمية أخرى إذن هي طريقة للمقارنة كيف يعني مقارنة يعني مثلا بدنا نشوف مين أكبر ومين أصغر مين متساويات الكميات أو الأعداد المتساوية لا طبعا تمام خلينا نأخذ المثال التالي لحتى تتوضع عندنا الفكرة بشكل أكبر لو حكينا أراد خالد صنع وعاء من العصير فاستخدم كوب واحد من العصير مقابل كوبان أو كوبين من الماء عندنا هون خالد بدي يعمل عصير جاب أصنس عصير برتقال ووضع لكل كوب عصير برتقال مقابل كوبين من الماء إذن واحد كوب من العصير مقابل إيش؟ اثنين كوب من الماء كوبين من الماء هاي اسمها مقارنة إحنا قارننا ما بين كمية العصير في الوعاء أو في الشاف وكمية الماء إذن هاي هي المقارنة ما بين كمية وكمية أخرى أو عدد وعدد آخر بدنا نقارن في مثالنا الموجود هنا كمية العصير مقابلها كم موجود عنا من الماء تمام؟ طيب في عنا عدة طرق للمقارنة ما بين الكميات والتعبير عن النسبة أول طريقة للتعبير عن النسبة هون في مثالنا شو بيحكي؟ إن كل كوب من العصير مقابل كوبين من الماء يعني اثنين إلى أو واحد إلى اثنان باجي بحكي واحد إلى اثنان كيف بكتبها؟ واحد إلى اثنان عبرنا عن كمية العصير إلى أو مقابلها كمية من الماء بالطريقة هاي واحد إلى اثنان تمام؟ طيب ممكن نعبر بطريقة ثانية وهي الكتابة واحد إلى اثنان طبعا أنا لما أقرأ بقرأ من اليسار إلى اليمين واحد إلى اثنين كل كوب من العصير مقابل كوبين من الماء هاي نفس الاشي بقرأها واحد إلى اثنان كوب واحد من العصير مقابل كوبين من الماء وبقرأها من اليسار إلى اليمين طيب في عنا طريقة ثالثة للتعبير عن النسبة وهي كتابتها على شكل بسط ومقام باجي بحكي كوب واحد من العصير إلى كوبين من الماء كوب واحد هاي معناها إلى والنقطتين الرأسيتين أيضا معناهم إلى إذن بقدر أكتبها على شكل بسط ومقام وأيضا الكسور هي طريقة للمقارنة بنقارن نسبة العدد الموجود بالبسط مقابل كم موجود في المقام فهي ترق التعبير عن النسبة حكينا الطريقة الأولى واحد إلى اثنان بنقرأها واحد إلى اثنان كوب واحد من العصير مقابل اثنين كوب من الماء أو ممكن نكتبها بالطريقة هاي اللي هي واحد إلى اثنان نفس الإشي واحد كوب واحد من العصير مقابل كوبين من الماء بنقرأها من اليسار إلى اليمين أو ممكن نكتبها على شكل بسط ومقام اللي هي واحد إلى هاي معناها إلى اثنان تمام وبهيك بنكون عرفنا معنى النسبة وهي طريقة للمقارنة ما بين عدد وعدد آخر أو كمية وكمية أخرى طبعا بنقدر نعبر عن النسبة زي ما هو موجود في المثال اللي موجود عندنا هون في بداية الدرس طيب خلينا ننتقل لأمثلة أخرى لحتى تتوضح عندنا الفكرة بشكل أكبر في مثالنا التالي عندنا مجموعة من المربعات والمثلثات والدوائر بدنا اعتمادا على الشكل المجاور اكتب في أبسط صورة نسبة المربعات إلى المثلثات إذا نسبة عدد حكينا بنقرأ من اليسار إلى اليمين عدد المربعات إلى المثلثات إلى عدد المثلثات كم عدد المربعات لدينا في الشكل المجاور؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ست مربعات كم عدد المثلثات؟ لدينا مثلث واحد إذن ستة إلى واحد هي نسبة عدد المربعات إلى عدد المثلثات حكينا لما بنقرأ النسبة ونكتبها بالطريقة هاي بنكتبها وبنقرأها من اليسار إلى اليمين طيب بدهونا نسبة الدوائر إلى المربعات إذن نسبة نسبة أو عدد الدوائر عدد الدوائر إلى عدد المربعات كم عدد الدوائر؟ أنه كم دائرة؟ دائرتين إلى كم عدد المربعات؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة اثنين إلى ستة إذن كتبنا النسبة المئوية بالطريقة الأولى اللي هي عدد الدوائر اثنين إلى عدد المربعات ستة ممكن نكتبهم بطريقة ثانية نهم ممكن نكتبهم على شكل بسط ومقام اثنين إلى أو على ستة طيب وبرضو نفس الإشي في المثال الأول ستة إلى واحد عدد المربعات إلى عدد المثلثات طيب هو بدينا نكتبهم بأبسط صورة ممكن نكتبهم بأبسط صورة طبعا في المثال الموجود عندنا هون ستة إلى واحد هي مكتوبة بأبسط صورة طيب في المثال الثاني اثنين إلى ستة ممكن نكتبها بأبسط صورة أكيد بنقسم اثنين على اثنين ونفس الإشي المقام بنقسم على اثنين اثنين تقسيم اثنين واحد على أو إلى كم ستة تقسيم اثنين وتساوي ثلاث إذن ممكن نكتبها بالطريقة بصنوة مقام واحد إلى ثلاث أو ممكن نكتبها بأبسط صورة واحد إلى ثلاث تمام طيب خلينا نأخذ مثال آخر عنا أتحقق من فهمي اعتمادا على النموذج المجاور أكتب في أبسط صورة نسبة المربعات الخضراء إلى الصفراء نكتبها بالطريقة هاي مربعات خضراء إلى مربعات صفراء كم نسبة المربعات الخضراء واحد ثلاث أربعة إلى حكينا بنكتب دائما وبنقرأ من اليسار إلى اليمين عدد المربعات الصفراء واحد ثلاث أربعة خمسة ستة أربعة إلى ستة إذن عدد المربعات الخضراء إلى الصفراء أربعة إلى ستة ممكن نكتبهم بطريقة ثانية نعم ممكن نكتبها بصورة بسط ومقام أربعة إلى ستة طب هو بديها بأبسط صورة خلينا نكتبها بأبسط صورة بنقسم الأربعة تقسيم اثنين والستة نفس الإشي تقسيم اثنين أربعة تقسيم اثنين اثنين ستة تقسيم اثنين ثلاث إذن ممكن نكتبها بطريقة ثانية نعم 2 إلى 3 أو 2 على 3 تمام؟ طيب ننتقل لرقم 2 بدينا نسبة المربعات السوداء إلى الخضراء إذن عدد المربعات السوداء إلى المربعات خضراء كم عدد المربعات السوداء؟ 1, 2, 3 كم عدد المربعات الخضراء؟ 1, 2, 3, 4 3 إلى 4 ممكن نكتبها على شكل بسط ومقام اللي هي 3 إلى 4 أو 3 على 4 طبعا هي مكتوبة هيك بأبسط صورة طيب ننتقل لرقم 3 بدينا نكتب نسبة المربعات السوداء إلى المربعات الخضراء تمام؟ نسبة المربعات السفراء كم موجودة عندنا السفراء؟ عندنا 6 مربعات سفراء والسوداء كم مربع السوداء موجودة عندنا؟ 3 إذن 6 إلى 3 والخضراء عندنا 4 مربعات خضراء فإذن النسبة 6 إلى 3 إلى 4 وهي نسبة المربعات السفراء إلى السوداء إلى الخضراء طب هو بدينا نكتبها بأبسط صورة هيك نكتبها بأبسط صورة لما يطلب عنا 3 نسب خلاص بنوقف بنكتبهم بأبسط صورة وهيك بيكون انتهى إيش الحل ننتقل لرقم 2 من درسنا لليوم بدنا نعرف كيف بدنا نستخدم النسبة لتوزيع كمية لتوزيع كمية بين عدد من الأشخاص وفق نسب محددة إذن في عنا طريقة لحتى نوزع كمية بين عدد من الأشخاص بنسبة أو بكمية محددة خلينا نأخذ المثال التالي في المثال الموجود عندنا هون أراد أب توزيع مبلغ 75 دينار على ابنيه بنسبة 2 إلى 1 فكم أخذ كل واحد منهما إذن عندنا هون أب معه مبلغ 75 دينار قسموا على أولاده 2 بنسبة 2 إلى 1 بدنا نستخدم النسبة المئوية لحتى نعرف نصيب كل واحد فيهم في البداية بدنا نعمل مجموعة من الخطوات أو نتبع مجموعة من الخطوات لحتى نجد نصيب كل واحد فيهم الخطوة الأولى بدنا نجد مجموعة النسب عندنا كم النسب 2 إلى 1؟ هاي النسب 2 إلى 1 طيب شو مجموعة النسب؟ 2 زائد 1 إذن في البداية لنحل هيك سؤال بنجد مجموعة النسب أو مجموعة الأجزاء جميحة طيب رقم 2 بدنا نوجد نجد قيمة الجزء الواحد كيف يعني؟ شو قيمة الجزء الواحد من هاي النسب 2 إلى 1؟ بدنا دائما نتبع المعادلة التالية لحتى نجد قيمة الجزء الواحد شو بتساوي؟ المبلغ الكلي تقسيم عنا إيش تقسيم؟ تقسيم مجموعة النسب إذن المعادلة التالية بدنا نتبعها لحتى نجد قيمة الجزء الواحد وهي قيمة الجزء الواحد يساوي المبلغ الكلي تقسيم مجموعة النسب أو مجموعة الأجزاء المبلغ الكلي كم؟ عنا 75 75 تقسيم مجموعة النسب أو مجموعة الأجزاء كم يساوي؟ 2 زائد 1 ويساوي 3 75 تقسيم 3 كم بتساوي 25 إذن قيمة الجزء الواحد عندنا 25 وهي المبلغ الكل 75 تقسيم عدد الأجزاء ويساوي 3 75 تقسيم 3 ويساوي 25 ننتقل لخطوة رقم 3 خطوة رقم 3 بدنا نجد نصيب كل طرف من أطراف النسبة عندنا النسبة توزعت بنسبة 2 إلى 1 طيب نصيب الطرف الأول كام ونصيب الطرف الثاني كام برضو في معادلة لازم إحنا نمشي فيها المعادلة كالتالي نصيب كل طرف يساوي عدد الأجزاء في كل طرف ضرب قيمة الجزء الواحد قيمة الجزء الواحد كيف يعني نصيب الطرف الأول هايو عندنا الطرف هاي بدنا نكمل هون طرف الأول كم نصيبه حكينا نصيب كل طرف يساوي عدد الأجزاء في كل طرف طرف الأول كام 2 نصيب طرف الأول يساوي 2 ضرب قيمة كل جزء ضرب 25 2 ضرب 25 ويساوي 50 دينار إذن الطرف الأول يأخذ 50 دينار كيف أوجدنا النسبة حسب المعادلة التالية نصيب كل طرف يساوي عدد الأجزاء في كل طرف 2 ضرب قيمة كل جزء كم قيمة كل جزء 25 2 ضرب 25 ويساوي 50 دينار هاي نصيب الطرف الأول نصيب الطرف الأول طيب ننجد نصيب الطرف الثاني نفس المعادلة طرف الثاني كم رح يأخذ نصيب الطرف الثاني يساوي عدد الأجزاء في كل طرف كم عدد الأجزاء في طرفه 1 ضرب قيمة كل جزء كم قيمة كل جزء 25 ف1 ضرب 25 ويساوي 25 دينار إذن الطرف الأول أخذ 50 دينار الطرف الثاني أخذ كم بـ 25 دينار في البداية بدنا نتبع مجموعة من الخطوات أول خطوة بدنا نجد مجموع النسب أو مجموع الأجزاء كيف بدنا نجدهم؟ بدنا نجمع النسب الموجودة عندنا 2 إلى 1 بدنا نجمعهم 2 زائد 1 ويساوي 3 الخطوة الثانية بدنا نجد قيمة الجزء الواحد قيمة الجزء الواحد بنجدها حسب المعادلة التالية المبلغ الكلي تقسيم مجموع النسب المبلغ الكلي 75 تقسيم مجموع النسب 3 ويساوي 25 هاي قيمة الجزء الواحد طيب بدنا نطلع أو نجد قيمة ونصيب الفرد الواحد حسب المعادلة التالية عدد الأجزاء في كل طرف ضرب الجزء الواحد عندنا الطرف الأول فيه كم جزء؟ فيه جزئين ف2 ضرب 25 وتساوي 50 دينار طرف الثاني كم رح يأخذ؟ رح يأخذ واحد ضرب 25 لأنه نسبته واحد فبدنا نضرب الواحد ضرب 25 وتساوي 25 دينار خلينا ننتقل لمثال موجود في الكتاب لحتى تتوضحنا الفكرة بشكل أكبر في المثال التالي عندنا وزع أحمد 120 دينار بين عاملين بنسبة 3 إلى 2 إذن وزع 120 دينار بين عاملين بنسبة 3 إلى 2 فكم أخذ كل منهما؟ حكينا فيه خطوات معينة لحتى نجد نصيب كل واحد فيهم في البداية الخطوة رقم واحد نجد مجموع النسب أو مجموع الأجزاء كم مجموع النسب عندنا؟ 3 زائد 2 3 زائد 2 وتساوي 5 إذن خطوة واحد انتهينا منها وهي إيجاد مجموع النسب 3 زائد 2 وتساوي 5 طيب خطوة رقم 2 شو خطوة رقم 2؟ إيجاد قيمة كل جزء إيجاد قيمة كل جزء حكينا لنجد قيمة كل جزء في معادلة معينة وهي المبلغ الكلي تقسيم مجموع النسب وتساوي المبلغ كلي تقسيم مجموع النسب عندنا المبلغ الكلي 120 120 تقسيم مجموع النسب 5 وتساوي 24 إذن قيمة كل جزء يساوي 24 دينار عندنا هنا نقسم اللي إياهم على شكل جدول إذن قيمة كل جزء تساوي كم؟ 24 دينار تمام خطوة رقم 3 إيجاد نصيب كل طرف من الأطراف برضو حكينا في معادلة معينة لحتى نجد نصيب كل طرف إذن خطوة رقم 3 إيجاد نصيب كل طرف من الأطراف أو كل جزء شو هي المعادلة اللي رح نتباحها لحتى نجد نصيب كل طرف عدد الأجزاء في كل طرف ضرب قيمة الجزء الواحد عندنا الطرف الأول كم عدد الأجزاء فيه؟ 3 3 ضرب قيمة الجزء الواحد حسب ما طلعت عنه هون هي 24 فالطرف الأول كم بدي يأخذ؟ 3 ضرب 24 وتساوي 72 إذن الطرف الأول رح يأخذ عدد الأجزاء أو في كل طرف وهي 3 ضرب قيمة الجزء الواحد 24 3 ضرب 24 وتساوي 72 طب الطرف الثاني كم رح يأخذ؟ رح يأخذ عنا كم؟ 2 اللي هي عدد الأجزاء في كل طرف 2 ضرب كم؟ ضرب قيمة الجزء 2 ضرب 24 وتساوي 48 إذن الطرف الأول رح يأخذ 72 الطرف الثاني رح يأخذ 48 و72 زائد 48 يساوي عنا كم؟ لازم يساوي عنا المبلغ الموجود عنا في بداية المسألة وهو 120 إذن 120 توزعت بنسبة 3 إلى 2 فالطرف الأول أخذ 3 ضرب 24 هاي الطرف الأول أخذ 3 ضرب 24 ويساوي كم؟ ويساوي 72 الطرف الثاني كم أخذ؟ 2 ضرب 24 ويساوي 48 فتوزعت النسبة بنسبة 72 إلى 48 ومجموحهم يساوي 120 دينار طيب بهيك إحنا أنهينا المثال الأول خلينا ننتقل لمثال رقم 2 لحتى تتوضح الفكرة عننا خلينا ننتقل لأتحقق من فهمي تقاسم إخوان 49 قطعة حلوة بنسبة 4 إلى 3 كم قطعة أخذ كل واحد منهما؟ طبعا إحنا بنعرف أنه فيه قطوات لازم نتباحها لحتى نجد كم قطعة أخذ كل واحد منهم الخطوة رقم 1 وهي إيجاد مجموع النسب أو مجموع الأجزاء طيب كم مجموع النسب؟ اللي هي 4 زائد 3 وتساوي 7 إذن خطوة واحد انتهينا منها وهي إيجاد مجموع النسب ويساوي 4 زائد 3 تساوي 7 طيب خطوة رقم 2 إيجاد قيمة الجزء الواحد حكينا فيه معادلة لازم نكتبها لحتى نجد قيمة الجزء الواحد إذن قيمة الجزء الواحد يساوي المبلغ أو القيمة الكلية أو عدد القطع الكلي تقسيم مجموع النسب هاي المعادلة طيب بدنا قيمة الجزء الواحد كم بتساوي؟ 49 تقسيم 7 49 تقسيم 7 ويساوي 7 إذن نصيب أو قيمة الجزء الواحد يساوي 7 قطع حلوة طيب ننتقل لخطوة رقم 3 في خطوة رقم 3 إيجاد نصيب كل طرف أو كل فرد برضو في خطوة لازم أو معادلة لازم نكتبها لحتى نجد نصيب كل طرف الإيجاد نصيب كل طرف شو المعادلة؟ عدد الأجزاء في كل طرف ضرب قيمة الجزء الواحد هاي المعادلة لازم نتبهها دائما طيب طرف الأول كم فيه؟ أربعة هاي الطرف الأول إيش فيه؟ أربعة أربعة اللي هي عدد الأجزاء في كل طرف ضرب قيمة جزء الواحد كم بتساوي قيمة جزء الواحد؟ 7 فأربعة ضرب 7 تساوي 28 إذن نصيب الطرف الأول هو 28 قطعة حلوة طيب نصيب الطرف الثاني فالطرف الثاني عندنا ثلاث ضرب قيمة جزء الواحد 7 ثلاث ضرب 7 وتساوي 21 قطعة حلوة إذن أوجدنا نصيب كل طرف بناء على المعادلة التالية اللي هي عدد الأجزاء في كل طرف ضرب قيمة الجزء الواحد أو قيمة جزء الواحد طيب الطرف الأول كم عدد الأجزاء فيه؟ أربعة أربعة ضرب 7 اللي هي قيمة الجزء الواحد وتساوي 28 الطرف الثاني كم رح يأخذ؟ 3 ضرب 7 وتساوي 21 طبعا 28 زائد 21 ويساوي كم؟ 49 قطعة حلوة إذا شايفين أنه كل خطوة تعتمد على الخطوة السابقة وإن شاء الله في الحصة القادمة سنكمل ما تبقى من الدرس ويعطيك ألف عافية